دائماً بسم الله نبدأ ونواصل معاً مقرر تنظيم حاسبات اثنين أنت معنا في الباب الأول من هذا المقرر وهو بعنوان Central Processing Unit فنرحب بك أيضاً في هذا الدرس Chapter 1 Lecture 20 Status Pit Conditions ذكرنا في الدرس السابق أن Program Control Instructions غد تنتج بسبب توفر بعض الشروط في هذا الدرس سنعرف بعض أهم الشروط التي يختبرها الحاسب ليتبعها بتعليم التفرير أو Branch Instruction طيب ما هي ال-Status Bits؟ ال-Status Bits وأيضاً تعرف بال-Condition Code Bits وبال-Flag Bits كلها أسماء لل-Status Bits هذه ال-Status Bits are set or cleared set يعني تساوي واحد cleared يعني تساوي صف متى؟ as a result of an operation هناك نوعين من ال-operations ذكرناهم في الدرس السابق هما ال-Compare بال-Subtraction 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 وال-Test بال-Ending إذن ال-Status Bits إما تكون قيمتها واحد أو قيمتها صف بعد أن نجري عليها عملية Compare بالطرح أو عملية Test بال-End طيب ما هي هذه ال-Status Bits؟ ال-Status Bits المعروفة أربعة هذه هي في هذا الجدول status Bits is Bit C أو هذه هي الأربعة Bits التي عادة ما تختبر بواسطة الحاسب بعد الانتهاء من عملية طرحة وعملية Ending لماذا؟ ليحدد الحاسب هل يتبع هذه ال-Bits الشرط يسبب branch أم لا؟ طيب لنعرف ما هي هذه ال-Bits Conditions عندنا ال-Status Bit في هذا العمود وعندنا ال-Condition في العمود الثاني بالنسبة للكري Bit أو Bit C Bit C is set to 1 if the end كري C at is 1 طبعاً نحن نتحدث هنا عن محتوى سجل بالنسبة للمتار لنهج mend تمنى فيه 8 bits كاري ليس واحد فهذه البيت is cleared to zero الاتبيت التي نتحدث عنها هي ناتج طرح two operands من أين نجد هذا الناتج؟ هذا هو خرج ال-ALU كما رأينا في دروس سابق ال-ALU تدخل إليه two operands كل واحد منهما فيه تمانية بيتس فيقوم بطرح مثلا a-b ويعطينا الناتج ننظر في هذا الناتج الذي نتج من عملية الطرح إذا كان ال-end carry موجود في carry في آخر خانة في عملية الجمع طبعا عملية الطرح نعرف أنها تصبح عملية الجمع وذلك باستخدام الطوز комплимент إذا كان عندنا a و b فإن a minus b تصبح a plus الطوز комплимент of b هذا الطوز комплимент of b فهذه العملية يقوم بها ال-ALU عملية الجمع هذه جمع a زائد الطوز комплимент of b فننظر في عملية الجمع إذا وجدنا أن هناك carry في c 8 في الخانة 8 نقول أن بيت c تساوي 1 إن لم يكن هناك carry في هذه الخانة فبيت c يساوي صفر طيب بالنسبة للبيت s أو الصين بيت is set to 1 if the highest order bit f7 is 1 هذه المرة ننظر في النتيجة نتيجة الجمع وليس في عملية الجمع نفسه ننظر في نتيجة الجمع طبعا سنجد رقم ثنائي قد يبدأ من اليسار بالصفر أو بالواحد إذا بدأ بالواحد نعتبر أن bit s تساوي 1 لأن f7 هي آخر رقم للإسار كان يساوي 1 وإذا بدأ الناتج بصفر فإن bit s clear to 0 لأن f7 is 0 طيب ماذا عن bit 0 bit 0 تكون تساوي 1 إذا كانت نتيجة عملية الجمع ل a زائد 2 complement of b أعطت 0 ونحن نعرف أن ذلك لا يحدث إلا إذا كانت a و b متساويات من الأول لأن a فإن bit 0 تصبح clear to 0 أو تساوي 0 طيب ما هو overflow bit أو bit v bit v is set to 1 if the exclusive or of the last two carries is 1 الآن ننظر في آخر carry إلى اليسار في عملية الجمع آخر carries إلى اليسار إذا كان عملنا xor بين هذين الكريين الأخيرين المحمولين الأخيرين و كان ناتج xor بينهما هو 1 فنقول أن v equal 1 أما إذا كان ناتج xor بين آخر 2 carry إلى اليسار في عملية الجمع صفر فإننا نقول أن v تساوي صفر أو cleared إلى الصفر هذا شرح لل status bit conditions كيف يتم التأكد من هذه الأمور في الحاسبات ننظر في الرسم التالي هذا الرسم يوضح عن 8 bit ALU with a 4 bit status register هذا هو 8 bit ALU فنعرف ما هو ال ALU هي وحدة الحساب والمنطق في ال CPU التي تقوم بإجراء العمليات الحسابية والمنطقية وعندما نقول 8 bit ALU نقصد أنها تقبل operands طولها 8 bit فإن هذا A هو operand والB هو operand آخر الاثنين طولهم 8 bit هذه العلامة تفيد أن هذا الخط يحمل 8 bit طيب هذا ال ALU ال ALU عليه إجراء العملية عملية ال compare بالطر قلنا أن A minus B هي نفسها A زائد التوس complement of B التوس complement of B هو once complement of B زائد 1 إذن ال ALU يقوم بإجراء هذه العملية هذه العملية حتى نجريها نضع A بمحتوى هنا هنا مثلا bit 8 bit 7 وحتى bit 1 و ناتج التوس complement of B يكون أيضا عدد من Bits نسميها مثلا أيضا bit 8 bit 7 وحتى B1 فيقوم ال ALU بالجمع الجمع bit by bit كما نعرف وقد ينتج عن كل خانة من الخانات كري أو لا ينتج فعلينا بمتابعة الكريز التي تنتج حتى النهاية ثم ننظر إذا كان الكري 8 بواحد فإن C تصبح واحد هذا هو الكري bit وإذا كان الكري 8 والكري 7 اتنين مع بعض أدخلناهم إلى X OR والناتج طلع واحد فإن V تصبح تساوي واحد هناك overflow هذا فيما يخص الكري bit والoverflow bit طيب كيف فنعرف الصين bit الصين bit بعد نتيجة الجمع نتيجة الجمع أيضا تعطينا عدد في 8 bit نسميهم في هذه الحالة F7 F6 حتى F0 هذا الناتج وننظر في F7 بالتحديد آخر bit إلى اليسار إن كانت هذه bit بواحد فإن S تساوي واحد إن كانت هذه bit بزيرو فإن S تساوي 0 هذا هذا الذي يحدد لنا الصين bit ماذا بقي بقي الزيرو bit الزيرو bit ينظر في كل الرزل من F0 حتى F7 إذا كانت كلها أصفار check for 0 output إذا كانت كلها أصفار تصبح Z تساوي 1 وإذا كان غير ذلك هناك رغم غير الصفر فإن Z تساوي 0 فهذا بديه إن bit 0 أو 0 bit تساوي 1 إذا كان الناتج فعلا صفر طيب ما هذا هذا يسمى status register ما عمل status register status register عليه أن يمسك نواتج عملية المقارنة بين A وB بالطر بعد المقارنة وبعد أن تعمل هذه الدائرة سنجد هنا رقم إذا كان C 1 نجد هنا 1 سنجد هنا رقم إذا كان الناتج 0 سنجد هنا 0 هنا 0 وال S إذا كان آخر bit إلى يسار 0 سنجد في S 0 الoverflow إذا كان الex war بين C7 وC8 أعطانا 1 سنجد هنا 1 إذن الحاسب ينظر في هذا السجل فيعرف أن V تساوي 1 وZ تساوي 0 وS تساوي 0 وC تساوي 1 مثلا كمثال ثم يقوم بعمل conditional branch وفقا لهذه المعطيات التي وجدها في ال-status register فمثلا يقوم بعمل تفريعة ناتجة من عدم وجود 0 يقول branch if not 0 إذا كان هناك condition يقول branch if not 0 ووجد فعلا أن 0 ليست موجودة يتم عمل branch على طول هذا كمثال هذه القائمة من التفريعات المشروطة سنعرفها في درس قادم إن شاء الله